السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين القرام. تابعي القناة من الاخر خلاصة. اه عندنا فرحتين النهاردة. فرحة فوز المنتخب الاول. طبعا بتكلم عن منتخب مصر يعني. فرحة فوز المنتخب الاول منتخب مصر تلاتة واحد على طوغو. ويعني ايه? قدرنا ننقذ نفسنا. لو كنا خسرنا النهاردة او تعدلنا لقدر الله. كانت الموضوع يبقى صعب شوية بما اننا في الجولة الرابعة يعني. والتآهل في التصفيات والحصول على المركز الاول يعني مساواتا لجزر الكومرت بثمان نقاط بعد هذه المباراة. الفرحة التانية ان الاول مرة يعني لو انا مش غلطان. لاول مرة منتخب مصر يفوز على منتخب البرازيل ولو وديا. ولو وديا. اتنين واحد. طبعا بكلم عن منتخب مصر الاولمبي اللي فاز لسه المبارا اخر سنة من حاجات بسيطة. فاز اتنين واحد على منتخب برازيل الاولمبي اللي في رودريجو اللي بيلعب في ريال مدريد. فدي حقا كويسة يعني مطمئنة بازن الله تعالى لما قادم. لو امرت ازلنا في القناة ريتشترك في القناة بضغط على الزر الاحمر قصة الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب ارزع لايك ماتيل للفيديو اعمل لايك الفيديو عايز الحلقة دي. تعدى عشر تلاف لايك على قد ما وتقدروا اعملوا لايكات. وفعل زر الجرس ريس لك كل جديد باستمرار. هنتكلم بقى ايه الجولة الرابعة خلصت من تصفيات ام افريقيا. خلالنا نتكلم عن ترتيب بالمجموعات وترتيب الهدفين. ولكن الاول هنعرف النتائج من بداية الجولة الرابعة من تصفيات كاس ام افريقيا اللي هتلعب في الكاميرون بازن الله تعالى عشرين اتنين وعشرين. اللي بدأت يوم الاحد خمستاشر حداشر بفوز بروندي على موريتانيا. تلاتة واحد احرز هدف اه موريتانيا امادو نياس في ديئة سبعة وعشرين. وهدف بروند عن طريق سيدي نتبازو زينجيزة في الديئة ستة. ونداي نداي الشيميا في الديئة ستة واربعين. وسيدي نتبازو زينجيزة في الديئة خمسة وخمسين. معلش الاسمي كده بقى نعمل ايه? انتشار التعادل امام غينيا واحد واحد السنغال فازع على غينيا بسا عزرا واحد سفر. احرز هدف ساديو موريت في الديئة اتنين وتمانين. جزر الكوم رفاز على كينيا اتنين واحد غينيا الاستوائية فازت على ليبيا واحد سفر. احرز هدف غينيا الاستوائية على ليبيا. سالفادور ايديو. يوم الاثنين ستتاشر حتاشر عالفين وعشرين اه امبارح يعني. جنوب السودان فازت على اوغاندا واحد سفر. زنباوي تعادلت امام الجزائر اتنين اتنين. احرز دوبي في الديئة اتنين وتمانين. اسواتيني تعادلت امام الكنغو صفر صفر. الملاوي تعادلت امام بركينة فازه صفر صفر. جنوب افريقيا فازت على ساوتومي. وبرنسيب اربعة اتنين. غنبيا فازت على الجابون اتنين واحد. بوتسوانا. فازت على زنبيا واحد صفر. والكاميرا مفازت على موزنبيكو. اتنين صفر احرز الاداف. فين سنت ابو بقر في داستة عشرين. واللاعب تابيكو في الديئة تلاتة والسبعين. اليوم بقى السلساء سبعتاشر عشر اه سبعتاشر حداشر الفين وعشرين. اخر مباريات هذه الجولة. السودان ازر التفوز على غانا على ارضها واحد سفر. احرز هدف محمد عبد الرحمن في الديئة التانية من الوقت هو تضيع في الشوت التاني. ديئة اتنين وتسعين. وليسوته تعادلت امام بينين صفر صفر. رندا تعادلت امام الرأس الاخدر صفر صفر. مدغشكر تعادلت امام ساحل العاج واحد واحد. احرز هدف اه مدغشكر. ابراهيم امادا في الدقيقة واحد وخمسين. وهدف اه ساحل العاج او كودفار. في دقيقة خمستاشر من ضربة جزاء عن طريق فرانجي كيسيين. اسيوبيا فازت على النيجر تلاتة صفر. جمهورية الكنغو فازت على انجولا واحد صفر. سيرليون تعادلت امام نيجيريا صفر صفر. المغرب الشقيق فازت على افريقيا الوسطى اتنين صفر. احرز الاهداف. المتقلق حكيم زياش اللي بيلعب طبعا في تشيلسي في دقيقة تسعة وتلاتين. والهدف الثاني احرزه يوسف العربي في دقيقة واحد وتسعين. مصر فازت على تلاتة واحد. احرز هدف مصر طبعا هدف جميل جدا للمحمد مجد افشا. مش عايز اقولك ان مصر كانت احسن حاجة لها. لا بصراحة ما كانتش احسن حاجة. كان بتهاجم بس هجوم ضعيف بالنسبة له هجوم تغو. تغو كان بتهاجم كتير جدا. وقدر يجيبه هدف في اخر دقيقة قبل الماتش ما يخلص. تغو يا جماعة يعني لولا الحظ ولولا الشناوي وتوفيق ربنا لينا كبير جدا طبعا قبل كل شيء كان زمان تغو جابت اكتر من هدف. اللي شاف الماتش هيبع عارف. انما اللي شاف الاهداف هيبع عارف زي حالتي كده انا شفت الاهداف بس على فكرة. بس قدرت اتوقع حاجة زي كده بين او من اللجوان. دفاع تغو كان زي الزفت. فبالتالي مصر ادرت تجيب التاري تجونا على جده. الحمدلله على كل حال مبروك لمصر. ونتوفق بازن الله تعالى في القادم. مصر فاست على توجو تلاتة واحد احرز اهداف مصر محمد مجد افشا في الدقيقة تمنتاشر. محمد شريف هدف آآ جميل جدا الى حد دمه يعني الشناوي رفعه له. عارف انت زي بتاع آآ 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 الوحرس مارمال لفاربول لما ادقى لصلاح بس صلاح بقى الفريق ايه صلاح قاعد يجري مساء كبيرة جدا ده اول ما جات له حدف فاجون يعني. في دقيقة اثنين وتلاتين. جه هدف جميل من ضربة رأس لا مش من ضربة رأس برجله برضو يعني. في الدقيقة اثنين وخمسين. هدف توجو بقى عن طريق آآ الوم نيافت جي في دقيقة تلاتة وتسعين. قلنا الاهداف محمد مجد افشا في دقيقة تمنتاشر محمد شريف في دقيقة اثنين وتلاتين. وادرس جي في الدقيقة اثنين وخمسين. مالي فازت على ناميبيا اتنين واحد وتونس اكتفت بالتعادل ايجابي واحد واحد امام تنزاني احرز هدف تونس سيف الدين خاوي في الديئة احداشر وادف تنزاني عن طريق سالوم في الديئة تمانية واربعين اعطاك التونس بالتعادل بازن الله كنت اهلت كده يكفيها لان ادلوقتي كده عشر نقط فكده هيكون بالنسبة له زي الفل وكونت اهلت هنقول دلوقتي من اللي اتأهل ونشوف ترتيب المجموعات المجموعة الاولى المجموعة ايه في الصدارة مالي في المركز الاول بعشر نقاط غنية في المركز الثاني بثمان نقاط ناميبيا في المركز الثالث بثلاث نقاط واتشاد مركز رابع الاخير بنقطة وحيدة مالي خلاص كده رسميا اتأهلت لان عشر نقاط صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط حتى لو كسب المرتين القادمتين هيبها تسع نقاط فكده كده مالي خلاص اتأهلت في المجموعة الاولى دي اول فريق اتأهل بالنسبة للمجموعة يجب أن يجب أن يمكن أن يجب 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 أن اه الاما اللي بقى في السودان لنا تكسب من مربعين القادمتين مع تعصر ياما غانا ياما جروب افريقيا حدي فيما تعصر ساعتها سودانو هتأهل باذن الله تعالى لكن دلوقتي لسه مفيش حد بيان نواة اهل خالص بالنسبه للمجموعه دي المجموعه الرابع غنبيه في استداره في مركز الاول بسبع نقاط الجامون في مركز الساني بسبع نقاط جمهورية الكونغو في مركز السالس الجمهورية الكونغو في مركز السالس بستة نقاط وأنجولا في مركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة ولسه محدش برضه تاهل من المجموعة الرابعة والمجموعة دي نيجي للمجموعة اي أو المجموعة الخامسة المغرب في الصدارة بخمس نقاط في المركز الأول موروتانيا في المركز الثاني بخمس نقاط بروندي في مركز الثالث بأربع نقاط وأفريقيا الوسطى في مركز الرابع بثلاث نقاط المغرب بالفوز اليوم بإذن الله تعالى فرصتها في التأهل كبيرة جدا لان صاحب مركز الثالث باربع نقاط لسه لازم يجيب وبعدين فرق الاهداف برضو يعني هنا تمانية هنا سالب ثلاثة فتقدر تقول ان المغرب بنسبة كبيرة جدا تسعة وتسعين في المية ان شاء الله تأهلت تمام نيجي للمجموعة اف الصدارة الصدارة للكاميروم في مركز الاول المجموعة اف المجموعة الستة الكاميروم في الصدارة بعشر نقاط الرأس الاخضر في مركز الثاني باربع نقاط موزمبيك هو انا قلت ترتيب مجموعة دي اه بورندي في اربع نقاط مركز الثالث وافريقا الوسطى في مركز راعة بثلاث نقاط معلش ان عزرم ممكن اكون نسيت بس اقول حاجة الكاميروم في الصدارة في مركز الاول بالنسبة لمجموعة الستة وعشر نقاط الرأس الاخضر في مركز الثاني باربع نقاط موزمبيك في مركز الثالث باربع نقاط وارواندا في مركز الرابع والاخير بنقطتين تقدر تقول بنسبة كبيرة الكاميرون تقهلت برضو يعني تقدر تقول نفس نسبة المغرب بص يا جماعة المغرب تقهلت والكاميرون تقهلت مستحيل موزمبيك دي سالب تلاتة وستة يجيبه في المطشين اكتر من تسعة جوان مستحيل هنا نفس الكلام مستحيل سالب تمانية هنا تمالت يجيبه احداشر جول فاكيد مش هيجيبه اللي جوان دي فالكاميرون تقهلت والمغرب تقهلت بازن الله تعالى يعني خلنا واضحين المجموعة السابعة المجموعة جي مصر في استضارة بثمان نقاط جزر الكمر في المركز الثاني بثمان نقاط بفرق هدف هنا الفرق تلاتة جوان هنا جنين فرق هدف واحد كينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط وهتوغه في المركز الرابع بنقطة وحيدة كده توغه روحت نيجي بقى للمجموعتين مصر وجزر الكمر هم دول اللي ان شاء الله هيتأهلوا بلا نسبة كبيرة الى جانب كينيا ممكن تعمل حاجة وان شاء الله مش هيكون على حساب مصر ان لما دلوقت لسه الامور مش واضحة تمام نيجي المجموعة اتش المجموعة التامنة الجزائر في المركز الاول بعشر نقاط وتقدر تقول لانا قلت برضو في مجموعة المغرب مجموعة الكاميرو ان الجزائر بنسبة كبيرة جدا تأهلت قلت اهلت خلاص هي اهلت بازن الله رسمي اتأهلت لان الفرق برضو تسعة جوان بينها وبين زنبابوي صاحب المركز الثاني بخمس نقاط وابوتس هنا في مركز الثالث باربع نقاط وزنبابوي صاحب المركز الرابع والاخير بثلاث باربع نقاط وليبيا في مركز الرابع والاخير بثلاث نقاط. خلينا نواضحين ان تونس لو كانت كسبت النهاردة كانت تأهلت رسمي. طب دلوقتي يقع بعشرة نقاط صاحب المركز الثالث باربع نقاط. هل يلحق? يجيب الستة دول ستة نقاط يكسب مرتين تنزاني تكسب مرتين. وفي نفس الوقت تجيب ست جوان. والله هو امل ضعيف. فبالتالي تونس بنسبة كبيرة جدا قول تسعة وتسعين في المية ان هي تأهلت. تمام? نيجي للمركز او المجموعة الحديقة عشر. المجموعة ايه? مدغشكر في السادرة بسبع نقاط. ساحل العج او كودفور في المركز الثاني بسبع نقاط. اسيوبيا في المركز الثالث بستة نقاط والنيجر في مركز الرابع والاخير بثلاث نقاط. مدغشكر وساحل العاج. لسه برضو المجموعة دي مش واضحة. نيجي للمجموعة الاخيرة المجموعة الثانية عشر عندنا في السادرة. نيجيريا بثمان نقاط. بينين في المركز الثاني بسبع نقاط. سيرالليون في المركز الثالث بثلاث نقاط والليصلت في مركز رابع بنقطتين. ولسه نيجيريا مش رسمة اهلته ولكن فرصتها كبيرة جدا خلنانا بقى نتكلم عن ترتيب الهدفين انا عارف ان الفيديو طول ولكن انا عارف ان انت بتحب انت الحكاوة الكتير دي وبعدين انا بفتح الفيديو واتكلم ما ببصش للوقت بصراحة نيجي للمركز الاول ترتيب الهدفين فيكتور اسمين لعب نيجيريا باربع هداف المركز الثاني اليكس اوبي لعب نيجيريا ايضا بثلاثة هداف اتساوى مع بغداب بنجاح لعب الجزائر وحاكيم زيش لعب المغرب اوهاب الخزري لعب تونس وفامارا ديديو لعب سنغال والويس ليال لعب سوتومي وبرسي تاو لعب جنوب افريكيا وسيف الدين خاو لعب تونس وسيدي نيتا زون كيزا لعب بروندي وفينسنت ابو بقر لعب الكاميرون في المركز الثالث يوسف بلايلي لعب الجزائر بهدفين الرياض محرز لعب الجزائر وارستيد بنسي لعب بوركينا فاسو وإديسون أندري لعب موزمبيك وخامة بيليات لعب زينبابوي ونومن هاري لعب مدغشكر ولسينا تراوري لعب بوركينا فاسو وبدر اوبامينج لعب غيني الاستوائية وسند الورفالي لعب ليبيا وكان المعلق قال محمد مجد افشا جاب هدف فبالتالي بقى عنده هدفين انا مش متأكد المعلومة ولكن لو هو معهم يبقى يضيفهم لان الموقع ده ما يجبش كل اللعيب كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر الخلاصة لو عجبك الفيديو اشترك في القناة بدغط على الزر الأحمر اسهل الفيديو مجتمع الاشتراك والسوسكرايب ارزع لايك متين في فيديو وعلى زر الجرس ليصلك كل جديد لو عجبك قوي يعني شايره على الفيسبوك وتويتر وكل السوشيال ميديا نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته